رابطة الأبطال الأفريقية وما أدراك ما رابطة الأبطال الأفريقية مباراة مهمة مباراة كبيرة تنتظر ممثل كورت القدمة التونسية أتراجل ذي توسي أمام المريخة السوداني مباراة فرض الذات مباراة يعني لمن ستكون الكلمة مباراة تراجل ذي ينتصر فيها يكون ساحب الصدارة ورسميا يترشح إلى الأدوار الإقصائية تراجل ذي تونسي ساحب المركز الأول بـ 9 نقاط المريخ السوداني ساحب المركز الثالث أو الرابع بيرسيده نقطة وحيدة يعني مباراة في القطر الليبي برشادة قراءتك للمباراة هذه وخاصة أنه تراجل بعد الهزيمة أمام الزمالك المصري لابد وجمهير تراجل تنتظر اليوم في رادة فاعل أرد الفاعل مكتعرف المنعبية أنه يضل التراجل متنجامش دوزمي في ديفيت نعرف رجال التراجل والأولاد التراجل معناتها هذو ما مشي فرح وشعبه تطاولي الكلاسمونط على المجموع نحن نشوفه التراجل ما عندها حتى باب إلا الربح الانتصار أول حاجة من جمهورها الشعب تونس الكورة بتاعنا قاعدة تطور فيها كانت تراجل تولاهمتها هذو ما اللي خرانين نشوفه التراجل ديما متعلقة متعلقة كبير وإن شاء الله التراجل مش تضرب المرة هذي بريزلتابها وروحوا بترشح وليبيا وتونس مش نفرحوا شعب تونس وشعب ليبيا واحنا في دارنا كما يقولوها في ليبيا يلزم فهمت الله جمهور الاسبرانس وكما قوة جمهور الاسبرانس كمشال تزير على الكراهب وعلى سقيه وكذا نعرف أنا دربوا تونس ديما مرفرف ودربوا تراجل ديما الفوق واضحة أحمد برشادة لطفي اليوم تراجل يعني بعد دفات بعد هزيمة خلينا نقوله يمكن ما تقبلهاش الجمهور جمهورة تراجلية تونسية لكن اليوم تراجل تونسي باقي في المركز الأول تراجل تونسي يعني ينتظر نقطة من أجل المرور للمربع الذهبي مباراة المريخ السوداني وكاوليس المباراة مش كون في ليبيا أمام يعني في ليبيا وليبيا قريبتنا برشا حتى على يعني على مستوى المناخ على مستوى كل شيء اليوم تراجل تونسي كل ممهدات النجاح موجودة للانتصار في المباراة هذه والترشح للأدور الإقصائية أكيد التراجل مش يكونوا واضحين يعني وبطل ليس ببطل في تونس بطل لأني الأفريقيا ومهما كان الهزيمة ليتوقع ما متأثرش عليه برشا خطر يعني التراجل عنده ثقافة النجاح في المقابلات خاصة في القارة الأفريقية وفرحنا في عديد المحافل الدولية وهذا يعني أنا نقول التراجل في طريق مهتوح وزيادة كلمة تحق في الجمهور المفي اللي هو رغم الهزيمة ولها أنا متأثرش وإدارة قوة التراجل في إدارته اللي هي محنكة برشا يعرفوا كيفاش يمسوا الغضب ورغم النتيجة وأكيد أنا نرها التراجل في طريق مهتوح وهي بشكل في الصدارة الأولى واضحة لطفي أكيد منعاش سوفيني وافقك في هذا الرأي والله هل سوفيني وانتي على مستوى يعني انتي موجود في ألمانيا هل تابع في الجمعيات التوالسة بشكل في نوشتوى على مستوى الافريقي سواء كان الاتحاد المنصري تراجل لطنسي عن دي بارش انتابع في الكورة تقول كل قدمة تونسية من كلب دكارسة سي أب تشوى جتور أمي ستكيب معنات ها مشيت سانسيرو مشيت لبلاي سلكل كنت زرير نمشي نتفرج في سي أحمد تراجل دولة كما يقولوا هنا تراجل سي لأوروبة انتابع في السيستم انتاح والأفكار انتاح على فاسون تتراباية والأمكانيات رانا اللباس علينا تراجل مانيش خايب عليها بشتربح تبا وخ بشتربح زادا اك فاصلتة قاتل ب Vi mount بشتربح زادا بشتربح زادا بشتربح زادا بالمارتي أنا أسمح بيها لكن لا قنا على ف합 سوفير outs قُون أنت تكون تطation تتراجل الإamp канал فريق أوروبي في آفرقيا فريق أوروبي في آفرقيا اكثر بمؤيدات لقد تركزوا تمنع مثل ترجل irement They haven't got a high level. They have 3. bekommen هو وفي كل كل مورده . مع تحقيقاتها . ترجمة ترجمة من يتفع ل الجزبان . الناس لدينا جديد . ترجمة ترجمة . ترجمة 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 . ترجمة ترجمة . ترجمة ترجمة . ترجمة . لإنجاب يغيز . ي particulئيا الأخم . مع نفس الأخم . هم يثمر . الأخم الوثيان . الافكتف انتعو الي كونسرني عندك اكيبات مثلا كما السابين انتعنا عند احداش يمانك واحد خوية تبان المرد وبرش اكيبات هكاك هكي شنية تاو فلوس وامكانيات وحاجات وافكار لازنفراستركتور لازنفراستركتور انتع الطلاج دي مالخبل عندم كل شي ولتاو واضح واضح سوفين هذا رأيك اكيد الياس سوفين يقولك اترجي فريق اوروبي في قارة افريقية ارتكز على نوعية اللاعبة اللي موجودة في فريق الترجي ارتكز على الكم الهائل من اللاعبين الموجودين يمكن في الترجي رأيك اليوم خاصة ترجي امام مباراة مهمة مهمة جدا من اجل الترشح الادوار الاقصائية من مسابقة مهمة وكبيرة رأيك الابطال الافريقية صحيح طبعا نحب الحاجة نقولوه لترجي فريق من كبار القارة فريق اللي عنده اسمه يرعب في القارة في القارة الافريقية فريق فريق في الفريق ثلاثة مرات فريق كما كنا نحكيه في تونس ينجم يكون قدوة بالاحترافة يمتاعه بالنظام بقيمة الجهاز الفني اللي فيه قيمة اللاعبين اللي فيه فاني عنده خبرة كبيرة بش يتجاوز المباراة هذي لكن جزء نحب نعرج مباراة سهلة على خاطر فريق المريخ السوداني فريق ممتاز صارتلي في كارييري العب ضد المريخ ونعرف قيمة الكورة السودانية وحتى في طول كنت العملة زر المباراة ضد المنتخب السوداني ومنتخب موريطانيا السودان واغلبية اللاعبين في المنتخب السوداني يتكونوا من المريخ هلال والمريخ هلال والهلال وهم عندهم زي دارهم اللاعبين الممتازين ونعرف اللي انا الترجي رادي التونسي عارفين قيمة الفريق البشار عبو لكن انا زلنا نعرف الخسارة اللي صارت وفي الكورة يسير وكل جواد كابو وانا متأكد اللي ترجي بش يالعب في ليبيا كما قال سيد احمد بش يالعب في بلاده انا خاطرني اتدربت اهلي ترابرس ونعرف اللي بيا قداش يحبوا الكورة التونسية جماعة تحب اللي كلو جماعة تحب الترجي جماعة تحب الاتوالت ويحبوا شعب التونسي ونعرف ان الترجي بش يحسوا روحوا كينو يلعب في راتس فمنقت اخرى هما برشا اللعب الدولي اللي بي حمدلوني الحمدلوني اللي هو اسطورة غديكة اللعب محبوب برشا تمني ومع الترجي زادة كما قلت لك عنده متابعينو اللي بيش يلقى روحوا كينو يلعب في راتس ولي انا متأكد بش يكون قدام ملعب مقتض وفل جمهور وان شاء الله بش يكون ممكن الفوز والانتصار من نصيب ممثل الكرة التونسية ترجي للتونسي الكل سي بورشادة سوفيان سيلوتفي سيلياس انتو ما كنتو تحكيوا عن ترجي لكن مؤخرا فم اشكالية نوعا ما صارت على مستوى لعب اللاعب الترجي للتونسي بعد شفناها الخبر اللي خلينا نقوله خبر صادم بعد مباراة الزمالك فيما يخص اللاعب حسام الدكدوغ الملاعب هذية اللي معناها تست مناشتات خلاها الى حد الان معناها ما يرجعش للتمارين ما زلنا ما نعرفوش الحقيقة خلينا نقوله يعني برشا هو امامنا صورة الدكدوغ لعبة الرجل التونسي برشا لاموا على حسام الدكدوغ وانا من الناس اللي كمتفرج تونسي عندي جمعية يتمثل تونس خارج حدود الوطن اكيد مش اللو ملاعبي لكن ما زلنا ما نعرفوش الحقيقة الكاملة الا بعد ما يخرج القرار الرسمي والنهائي شو رايك سيد احمد ما عرفوش ان النجم نقوله هذو ما تحليل وهذه دعايات برشا دعايات النجم باكو دواء في راجون ولا شوو فهم تلقى موناشتات هي زي من نفهمو الحقيق هو حسب تصريح الدكدوغ وحسب المقربين من حسام الدكدوغ والمعلومة اللي عندي انه حسام الدكدوغ تناول دواء غريب نجم انا طبعنا نتعصف ونقص الكلمة على سلاعب الحوار مفتوح مش منقعدوش نعنا نتبقه في السرق فهم كلام يقول الي هوا اخذا دواء غريب فهم دواء كلام يتقال الي هوا اخذا مكملات رياضية حاجة انا الحاجة الوحيدة اللي لازم تكون عنا ثقافة عند اللاعبين يا دي ركب دامك انتي لعب محترف تلعب على مستوى عالي يا اخويا بش ناخذ انا وجاعة راس نسهل تبيب نسهل الكيني نسهل البرباراتور فيزيك على خاطر فوالا هوا خاطر ديما تحب ولا تكره اللي عبره الى انوصان يحس كما نقول ولا يحس روحه فاشل ولا يحس روح عنده جاعة ويصدر سيد احمد اخويا نقول لك حاجة خاطر جوار تونسي احنا نتكلموا على احتراف مش معنىش لحظة لها معنىش العقلية العقلية حاشل مستهلش عندنا ملعبية مغير ما يخموا ميعرفش هو ميزان وفلوس الجمعية تعب عليه ويخلص فيه وجيه يشرب حاجة مغير ما يشاور تبيبه هذه هي يزمها الاسبي روز تعاقبه قبل ما تعاقبه الفيفا وقبل ما تعاقبه كذا لخاطر انسان ما هوش ديسبلي سيد احمد انا ضد سيد احمد انا ضد انا ضد العقاب وقتش العقاب العقاب بريمو اول حاجة اول حاجة هو اللعبه ذي ظلم روح هوا عقب روح هوا عقب روح هوا سيد احمد نزيده نحنا نوليه حتى منيه اللعب بالعكس نحنا نزم نكونوا احنا ما نحكيه وش عقاب احنا عقاب فلوس الجوار يخدم تحت جمعية جمعية تخلص فيه من عقبك من خلصكش في دوس دوس ألير مثلا انا ما نعقبكش نعطيك في ونعطيك كذا اما اخويا نعطيك العقوبة اللي استالها اللي تحس بخدر جوارك تنسلوا وجيبوا والملعبية يزموا ميفيقوا الملعبية في تونس راكب خودة ما جمعية كل جمعية يخدموها ولادها كل جمعية يخدموها ملعبيتها راوا الجمعيات اشترها فلسط راوا مسؤول قاعد ينضب بش يخلصك وبش يجيب لك اذا ما كنت تقوم في المستوى بتاعتك وتقوم فهمت الله فاك المسؤول حس بيه اللي هو قاعد تاعب يعلم بيه فاش يجيب لك شهريتك بش يجيب لك البريم تاعب كذا مدربة القاهريني ستاف جمهور ناس تاعبه اذا الملعبي جاء وقت بش يحس بالمسؤولية بتاعه اللي يلابس هاك المرور راوا ثقيل يخدم على روحه ويحس مسؤوليته هذا هو احنا اكيد مازلنا